نفت الهيئة العامة للبيئة وجود ألياف اسبستية في منطقة الشعب البحري مؤكدة أن ما تم تداولهم مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي بوجود مواد تحتوي على ألياف اسبستية في المنطقة المذكورة عارا تماما عن الصحة قالت الهيئة في بيان لها أن المعنيين في الهيئة قاموا بأخذ عينة من المنطقة وتبين بعد تحليلها بأنها عبارة عن مواد إنشائية وخالية تماما من المواد الاسبستية كما أكدت الهيئة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يشيع الأخبار الكاذبة أو المعلومات المغلوطة على الوضع البيئي في البلاد بكافة مكوناته والتي من شأنها إثارة الهلعي أو التشكيك بوجود الحالة البيئية